يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين وطالبت الجزائر أن يناقش اجتماع مجلس الأمن خطر التهجير القصري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة هذا ومن المتوقع أن يقدم وكيل الأمين العام لشؤون الإنسانية مارتن جرافث والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إلزي برانز الإحاطات لأعضاء المجلس اشتركوا في القناة